نوصل إذن دائما في طريق تغطيتنا المستمرة ومعنا الآن مباشرة من غزة مرسلنا محمد بعلوشة أهلا بك محمد إذن محمد كيف هو الوضع حاليا في غزة وفق ملاحظتك وبخصوص أيضا ما يصدر بشكل رسمي من الفصائر الفلسطينية إلى الآن رامي قبل لحظات استهداف من قبل طائرة استطلاع إسرائيلية لبرج سكني يتكون من 13 طابقا وهذا البرج يعتبر من أقدم الأبراج السكنية هنا في قطاع غزة أيضا يضم عدد من المؤسسات الإعلامية وعدد من المؤسسات المحلية قبل قليل تم استهدافه من طائرة استطلاع هذا الاستهداف يعتبره أو يقول عنه الجيش الإسرائيلي إنه صاروخ تحذيري وبعد ذلك يتم استهدافه بدقائق من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية حتى يتم تسويته بالأرض إذا ما بالفعل قام الجيش الإسرائيلي بقصف هذا البرج معنا هذا الكلام أن المرحلة القادمة أو أن الجيش الإسرائيلي انتقل إلى مرحلة أخرى رامي من الاستهدافات في قطاع غزة وهي المرحلة التي انتهى منها في تصعيده الكبير عام 2018 على غزة حين استهدف خمسة أبراج سكنية وقال في حينها أنه سيتم البدء بعملية موسعة في غزة ابتداء مما انتهت أو مما انتهى ذلك التصعيد الجولات المحدودة رامي على غرار ما جرى قبل ثلاثة أشهر من الآن كانت استهدافات محدودة يتم فيها استهداف من الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات اغتيال هنا في غزة ولكن نتحدث عن قصف عشوائي حتى هذه اللحظة وفق مصادر طبية هناك عدد من الضحايا وعدد من الإصابات في محيط معبر إيريز وكما أفدنا هناك عدد من الزملاء الصحفين الذين كانوا يغطون الأحداث منذ صبيحة هذا اليوم حتى هذه اللحظة لم يتم حتى الصليب الأحمر تحدث أنه لا معلومات لديه عن المفقودين سواء من المواطنين أو من الصحفين أو من غيرهم كان هناك استهداف لسيارة إسعاف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية أدى إلى دمار كبير جدا في هذه السيارة أيضا وزارة الصحة تحدثت عن مقتل أحد العاملين لديها في المستشفى الاندونيسي الساعة الأخيرة رامي شهدت تكثيف من الجيش الإسرائيلي لغاراته على غزة السيداف مباني سكنية مقار تتبع للفصائل المسلحة نقاط رصد على الحدود بالإضافة للقصف العشوائي على طول الحدود المدفعية الإسرائيلية تكاد لم تتوقف منذ ساعات الصباح آلاف القذائف تم إطلاقها على الحدود بشكل عشوائي خشية على ما يبدو تسلل عدد من المسلحين الفلسطينيين الذين حتى هذه اللحظة وفق بيان لكتاب القسام تحدثت أن 25 موقع يتواجد فيها مسلحيهم وأنها تواصلت معهم وتدور اشتباكات في تلك المنطقة وفق بيان كتاب القسام هناك عدد من المحتجزين لديها بالإضافة يأتي ذلك بالإضافة لما استطاعت أسره منذ ساعات الصباح الفصائل المسلحة والذين تم جلبهم إلى هنا إلى قطاع غزة المشهد السياسي أيضا رامي جميع التصريحات التي تصدر من الفصائل تقول أن إسرائيل إذا ما ارتكبت حماقة ما بين هلالين في غزة خلال الساعات القادمة فإنها أو ما جرى صبيحة هذا اليوم من مفاجأة سيكون جزء يسير مما سيجري خلال الساعات القادمة أي أن تقول الفصائل الفلسطينية أنها مستعدا وأعدت نفسها لحرب تدور لأيام وليست لساعات محدودة أي أن كان هناك قرار مسبق من الفصائل الفلسطينية بالقيام بهذه الجولة وهذا ما نلحظه ونرقبه من التصريحات التي تظهر سواء لوسائل إعلام محلية سواء في بيانات صحفية على صعيد الضحايا أو حصيلة الضحايا رامحة حتى هذه اللحظة مصدر طبي أفادني قبل قليل بارتفاع عدد الضحايا إلى مائتين وعشرة وعدد الإصابات ارتفع إلى ألف وستمائة هناك عدد كبير جدا من الحالات حتى هذه اللحظة وصفت بالخطيرة ولربما يتم الإعلان عن مقتلهم خلال الساعات القادمة نعم شكرا لك أمحمد على كل هذه التفاصيل والمعطيات وطبعا تغطيتنا متواصلة وسنعود إليك لاحقا في إطار هذه التغطية المتواصلة إذن كان معنا مباشرة من غزة مرسلنا محمد بعلوشة ومن القدس كانت معنا مباشرة مرسلتنا أحلام عثمان شكرا جزيلا لكما على كل المستجدات التي قدمت معها شكرا لك